نحتاج أيضا أن نبين كيفية السجود كيفية السجود سجدة بتكبيرتين تكبير قبلها قبل السجدة وتكبير بعدها يعني وأنا نزل أسجدها الله أكبر الله أكبر أيوة هذا التكبير عند بعض العلماء يرونه تكبيرة الإحرام وعند بعضهم يقول لا ليست تكبيرة الإحرام إذن فالتكبير مثلا عند الشافعية فرط وعند غيرهم سنة يجوز أن تكبر ويجوز أن لا تكبر نأتي أيضا إلى التسليم التسليم يراه الشافعية والحنابلة واجبا ده لو كنت خارج الصلاة لو كنت خارج الصلاة داخل الصلاة لا يجوز التسليم خارج الصلاة الشافعية والحنابلة كما قلنا عندهم إذا كنت خارج الصلاة يجب عليك أن تسلم عند المالكية والحنفية لا سلامة في هذه السجدة وإنما يكتفى بالتكبيرتين قبلها وبعدها